في الشمال السوري تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال التركي قابلها تعزيزات مماثلة للقوات الحكومية وسط أنباء عن نية النصرة شن هجمات عسكرية جديدة لنتابع تشهد مناطق شمال غرب سوريا مستجدات عسكرية جديدة مع استقدام جيش الاحتلال التركي تعزيزات عسكرية إلى ريف مدينة إعزاز المحتلة شملت 12 مدرعة عسكرية عبر معبر باب السلام الحدودي متجهة نحو نقاطها العسكرية في منطقة البحوث تأتي هذه التحركات بعد ساعات من استقدام تعزيزات تركية أخرى مكونة من 13 آلية عسكرية إلى منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بالمقابل قالت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة إن قوات الحكومة عززت نقاط انتشارها على طول جبهات القتال مع هيئة تحرير الشام الإرهابية في إدلب ومحيطها تحسباً لأي هجوم محتمل مع تسريبات إعلامية أفادت أن الهيئة قد تكون بصدد شن هجوم جديد على مواقع قوات الحكومة وفي شأن ذي صلة ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أوكرانيا تدرب عناصر الهيئة الإرهابية على استخدام تقنيات جديدة للطائرات بدون طيار لشن هجمات في سوريا إلا أن الهيئة نفت ذلك وتأتي هذه التطورات تزامناً مع تصاعد التوترات الإقليمية بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على لبنان وتواصل الحرب في قطاع غزة إضافة إلى ذلك يخشى أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع نزاع إقليمي أو سعى نطاقاً خاصة بعد تهديدات تل أبيب بالرد القوي على ضربات إيران ومعنا من برلين فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية أستاذ فراس مساء الخير هل من معطيات تشير إلى احتمالية قيام النصرى بعمل عسكري ضد القوات الحكومية تحياتي لكم في الواقع التغييرات المتوقعة في توازن القوى على الساحة السورية قد يوحي لتنظيم مثل تنظيم تحريب الشام هذا التنظيم الإرهابي أن يحاول أن يملأ فراغ قد يحصل نتيجة انتظار ضربة إسرائيلية موجهة ضد إيران وضد ميليشيات إيران المنتشرة في مناطق سورية متعددة أنا أتصور أن التحالف الواضح والاستراتيجي الذي يجمع بين النظام السوري من جهة وبين إيران من جهة وميليشياتها بين إيران وميليشياتها من جهة أخرى واحتمال تعرض هذه القوى المتعالفة مع النظام إلى ضربات موجعة قد تطيح بوجودها في سوريا أو تضيف إلى حد كبير هذا أمر يغري القوى الأخرى التي تقع على التماس منها جغرافيا والتي تقع على النقيد منها أن تحاول أن تأخذ مكانها وأن تملأ هذا الفراغ بالتالي الأمر ليس مستبعد البتة في ظل هذه الصورة المتوقعة أن تكون مرسومة في الواقع السوري في الأيام القادمة إذن هناك مؤشرات ملموسة على الأرض تدعم ذلك بالتأكيد هناك حال التوجس وترقب تحصل في إيران معنية بها كل قوى المنطقة وأنا أعتقد أن الحالة التي يمكن أن تنشأ بين إيران وبين إسرائيل التصعيد الذي يمكن أن يحصل قد يعيد توزيع مراكز القوى في المنطقة وقد يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من هذه الزاوية لأن ببساطة حالة إقامة توازن ردى جديد بين إيران وبين إسرائيل حتى الآن لم تحصل هذا التوازن فردى هو الذي يضمن عدم حصول تصعيد في المعقل الذي المتوقع تصعيده أو حصوله في المستقبل القريب طيب النصرة قادرة على التحرك من دون الداعم التركي؟ لا أتصور لم تتحرك النصرة ولم تستطع داعش أصلا أن تحضر إلى سوريا دون دعم تركي ودون تواطئ تركي في الحدود الدنيا ببساطة تحتاج النصرة وتحتاج القوى المتطرفة إلى دعم إلى مساندة مباشرة وغير مباشرة وأنا أعتقد وأميل إلى أن تركيا أيضا هي كما عرفنا عن سياساتها المغرقة في البرغماتية أنها على استعداد وأنها يمكن أن تتحرك في هذه المرحلة الحاسمة لكي تزيد من ثقلها ثقل حضورها في المنطقية وحلافة والمباشرون وغير المباشرون وغير المباشرين مثل تحرير الشام هذه الجمهة الإرهابية طيب قبل أن نتوسع أكثر بالموضوع التركي كونك من مدينة تنحدر من مدينة إدليب أستاذ فراس عبتتواصل مع مصادر بالمحافظة شو المعلومات اللي عبتصل في تحركات على الجبهات في معلومات مشابهة؟ نعم الحقيقة أنا لست فلأني فقط من محافظة إدليب أيضا لتنظيمنا لحزب الحداثة الديمقراطية لسوريا أعضاء سريين في مناطق في هذه المنطقة التي تهيمن عليها هذا الفصيل الإرهابي نعم هناك حالة استعداد وحالة تحفظ عام وهناك تحركات تحصل يحس بها الناس العاديون وليس فقط المراقبون هناك على ما يبدو محاولة التوثب قادمة فيما لو حصل السيناريو الهجوم الإسرائيلي وطال هذا السيناريو بشكل مباشر الميليشيات التابعة لإيران أو أدى إلى ضعف وجودها أو أدى حالة التصعيد الإيراني الإسرائيلي إلى سحب هذه القوات لكي تساهم وتقاتل في الجبهة الإيرانية أو لمصلحة الجبهة الإيرانية يعني أن تغير استراتيجية هذه الميليشيات بدل أن تحتل مواقع في سوريا وتدعم أو دعني أقول أن تراهن على تموضع ما في الوضع السوري أن تحاول أن تصب في الجهة المقابلة أو المواجهة أو المناهضة لإسرائيل من زاوية إيرانية طيب بالعودة للموضوع التركي التسريبات حتى اللحظة تقول بأن التركي لم يوافق على دعم النصرة في هذا العمل العسكري المفترض ولكن تعهد بدعمها فيما يتعلق بعمليات الإسعاف النصرة لم تنفي ولم تؤكد الحديث يدور أيضا عن اختطاعها رواتب نصف نصف رواتب موظفيها كيف يمكن أن نقرأ كل هذه الأخبار سيدكي راسم نقرأ هذه الأخبار في السياق الذي يرسمه تقريركم ويتوقعه تقريركم وتتوقعه هذه الحالة الحاصلة الآن أو المتوقع من هذه الحالة الحاصلة كما قلت علاقة الجانب التركي في الوضع السوري بالضرورة أو يعني أقول كما حصل أثناء وجود داعش وخلق داعش ودعم بيئة داعش وأيضا هي التحريج الشام كان دائما أقرب إلى حالة التواطئ عن الدعم المباشر يعني كانت تركيا تتواطئ تتعاون تقدم تسهيلات تقدم أشكال الدعم ليست بالضرورة العسكري لأن التورط التركيا بدعم عسكري مباشر هذا يجعلها في موقف محرج إقليميا ودوليا وبالتالي هي أقرب لتقديم دعم غير مباشر وأنا أتصور مثل هذه التسريبات هي أقرب إلى التسريبات الصحيحة من كون هي تسريبات مختلقة بالتالي سياق الأحداث والأقبار والتسريبات تصب في منحة واحد كلها تدل أنه من الممكن تماما أن يحصل مثل هذا التسعيد في المرحلة القريبة القادمة هذا يتوقف بالضرورة على تطور الصراع المتوقع أو التسعيد الإسرائيلي الإيراني وتدعيات ذلك في سوريا استقدام الاحتلال التركي تعزيزات عسكرية إلى أعزاز وجبل الزاوية مرتبط بهذه التطورات أم يأتي في سياق استقدام هذه التعزيزات القديم الجديد المعروف أنا أتصور أن ذلك يصب أيضا في ذات السياق أستمع تماما أن لا تتحرك تركيا وأن لا تحاول أن تحصل على مكاسب ما على الأرض وأن توظف ما يحصل من تطور بهذا الخصوص لكي يصب في مصلحتها عودتنا دائما كما قلت أنها مغرقة في براغماتيتها وأنها تستطيع تبعا لتلك البراغماتية التي تعنى بمصالح حكومة عدالة والتنمية وليس بمصلحة الشعب التركي بالتأكيد تستطيع أن تذهب بكل اتجاه بأي اتجاه وبالتالي أستبعي تماما أن لا توظف تغيير الممكن ممكن الحصول في المرحلة القادمة لمصلحتها التوتر بغزة وجنوب لبنان يأثر على الأوضاع بشمال غرب سوريا أليس كذلك؟ بالتأكيد هذا التوتر له امتدادات في سوريا حيث يتواجد حيث يمر المحور الإيراني في القوى العسكرية أثار ذلك في الميليشيات التابعة لإيران أثار ذلك أيضا في التعاطي النظام السوري واعتماد النظام السوري على تلك الميليشيات وعلى المحور الإيراني الذي كان دائما وعلى طول الخط دائما للنظام منذ عام 2011 حتى الآن بالتالي ما يحصل في جنوب لبنان الآن على نحو التحديد أكثر من غزة يصب أو قد نجد له تداعيات وتأثيرات على الأرض بالفعل إذا حصلت تصعيد ما واستهدفت إيران ونشأ جو عالي التوتر عسكريا بين إيران من جهة ومن إسرائيل من جهة ما يؤدي بالتأكيد إلى استجرار هذه الميليشيات لكي تنقرد في هذه الحرب المباشرة التي قد تحصل بين إيران وإسرائيل الجانب الروسي قد يبقى صامتا في ظل ما سيحدث أستاذ في رأس يعني لا يمكن الحديث عن تواجد روسي وإيراني في سوريا دون الحديث عن منافسة ممكن حتى لو كانت هذه المنافسة مستبطنة أو صامتة بالتالي يريد الروسي أن يستفيد من ضعف الهيمنة الإيرانية في سوريا لكنه أيضا في الوقت ذاته يعاني من ضغوط في الجبهة الأوكرانية لذلك حتى محاولات لملء الفراغ الذي سيتركه دعني أقول توظيف جهود ميليشيات إيران في أماكن أخرى غير الأماكن المتواجدة فيها ستحاول روسيا ملء هذه الفراغ لكن ليست لديها ذات الطاقة التي يملكها الأتراك وتملكها الفصائل العميلة والفصائل الإرهابية لأسباب لا علاقة بانشغال روسيا بالملف الأوكراني وهو الانشغال الذي يجعلها منهمك تماما في هذا الملف أتطور تدعيات الحدث الهائل الذي يحصل الآن في غزة والذي بدأنا نرى ما يشبهه يحصل في جنوب لبنان لابد أن يؤثر على الوضع السوري من تلك الزوايا بالتحديد طيب بالتالي اتفاقية خفض التصعيد في إدلب قد تموت هي معرضة بالتأكيد معرضة هذه الاتفاقية لتعديلات معرضة لعدم الالتزام بها كما يجب لا أستبد أن يحاول كل طرف يرى الطرف الآخر المخرط معه في الوضع السوري تضعف هيمنته لسبب ما يغير مركز ثقة اهتماماته العسكرية ونشاطاته لسبب ما إلا وأن يحاول أن يملأ مكانه وأن يحتل بيضق آخر إضافي يزيد من هيمنته على حساب الأطراف الأخرى هذا أمر مفهوم تماما تبعا لرؤية الأطراف المخرطة في الصراع داخل سوريا ورهاناتها على الهيمنة ورهاناتها على توسيع مساحات نفوذها على حساب الأطراف الأخرى طيب على الضفة الأخرى هناك من يرى بأن موضوع التصعيد العسكري وافتعاله من قبل النصرة والفصائل المدعومة تركيا أمر مستبعد بتاتا في ظل ما قد يخلفه من عمليات نزوح للمدنيين وتعلم تركيا هي بصدد ترحيل قصري للمدنيين فكيف قد تفتح أبوابها لاستقبال لاجئين وما قد يشكله ذلك من عراقيل؟ تستطيع تركيا أن تغلق حدودها في وجه النازحين لم تزل تقع ذلك طوال الفترة الماضية حتى عندما حصل التصعيد في مراحل سابقة بين النظام روسيا من جهة وبين شمال غرب مناطق تحرير الشام أنا أتصور أن عملي فيما لو بالفعل حصل التصعيد وأنا أتصور أنه سيحصل أن إسرائيل سترد على الأغلب ولن تتوقف عند العطاءات الأمريكية التعويضية لها عسكريا وماديا فيما لو حصلت أستبد تماما أن تتوقف هيئة تحرير الشام هي دائما دات أطماء هي دائما تريد أن توسع مساحات سيطرتها وكذلك الجانب التركي وبالتالي لا أستبد أبدا حصول هذا رغم أن قضية النازحين مسألة ضغطة لكن تستطيع تركيا أن تغلق حدودها كما فعلت في مراحل سابقة طيب الدور المتوقع من قبل المجتمع الدولي لإحتواء هذا التصعيد دائما التعويض على المجتمع الدولي على أن يكون حاضرا في كل أزمة على النحو الذي نتوقعه أو نريده دائما ما نصاب بخيبة أمل لا أتوقع من المجتمع الدولي أن يقوم بأي دور وازن أو فاعل أو مؤثر فيما لو حصل التصعيد سيكتفي ربما بالإدانات وعندما يستطيع أن يفيد ستكون الأمور أخذت منحا مغايرة وسيكون تأثير تغيير الحاصل في السياق الأقليمي على الوضع السوري قد حصل على أن هذا التغيير فيما لو حصل وفق المرطق الذي تحدثت منه في هذا اللقاء لا أتصور أنه سوف يصب بإنتاج صورة مختلفة عن الصورة المتوقع إنتاجها في المستقبل لجهة إحداث التحول السياسي ولا أتصور أيضا أن هذا التغيير يصب في تسريع الوصول للحل السياسي وتطبيق قرارة مجلس الأمن تطبيق قرارة مجلس الأمن في سوريا 2254 يحتاج إلى توفر بيئة دولية مناسبة غير مرتبطة بحدوث هذا الصراع وضعف الهيمنة الإيرانية وميليشيات التابعة لإيران في سوريا أو أضمح لها وجودها وتأثيراتها سوف يصب في تقويض جوانب أطراف أخرى في سوريا على حساب أطراف متواجدة سابقا لكن ذلك لن يؤثر في رسم مشهد مختلف أو مغاير تماما على المشهد المتوقع رسمه في المستقبل السوري ختاما أستاذ في رأس الوضع بيسمح بتغيير جذري لخطوط التماس أم قد نتحدث عن عمليات عسكرية على نطاق ضيق؟ أنا أتوقع فيما لو حصلت عمليات العسكرية أن تكون على نطاق ضيق وأقل تساعة مما قد يتصور المرأة لا يمكن الحصول للتغيير الجذري لأن ذهاب وابتعاد أو محلال حضور وتأثير الميليشيات الإيرانية لن يؤدي إلى حدوث التغيير الجذري في خارطة التوازنات والقوة سوف يغير من طبيعي حضور أطراف المعادلة في توازن القوة في سوريا لكنه لن يغير ويرجح طرف على طرف كما قد يتوقع المرأة شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ضيفا كريما من برلين في رأس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية